هرده حصل حاجة يعني طبعا فيه أخبار كتيرة والناس تشوفها وبصيلها ولكن حصل حاجة بتفك لغط ولغز كبير جدا عند ناس كتير أظن أنه من أكتر المشاريع اللي في مصر اللي الناس تكلمت عليها وتناقش وده إيه وده إزاي والعاصمة الإدارية الجديدة التي لم تعد جديدة خلاص هي العاصمة الإدارية فقط وطبعا طيب بنجيب الفلوس إزاي طب حنعمل إيه طب إيه لازمتها طب ما إحنا كويسين اللي هو طبعا بعد تلاتين اربعين سنة كنا عديد من نتكلم إن إحنا عايزين نعمل عاصمة جديدة ويجب أن نخرج من القاهرة ويجب أن نكسر حواجز العاصمة القديمة ونخرج لعاصمة جديدة بعد ده كله لما ده تعمل ابتدين نقول لا 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 إحنا بنعمل دليل المهم يعني مش ده الغرض الغرض إنه أنا شخصيا عاصرت هذه العاصمة وحضرتك وكلك وأغلبك يعني عاصرتها وهي كنت رب يعني جينا قالوا لنا على فكرة جي الرئيس عبدالتع سيزي وناس يعني مهندسين والمعمريين والمخططين قالوا إحنا هنعمل العاصمة دي هنا فين؟ حتة في الصحراء كده رمش يعني لا تسوي شيء أرض لا تسوي شيء يعني الناس اللي بتاخد العربية أو بتطلع من هنا للسويس أو من هنا للعين السخنة فيه أرض على الجانبين يعني أرض ما تعرفش فيه أي دايما تسأل طب والأرض دي إيه؟ أرض موجودة ودايما أنا كنت بأقول أن الدولة المصرية تملك ثروة عبقرية اسمها الأرض والختم الأرض والختم أنه أنت بتيجي تقول إيه؟ والله أنا الحتة دي هعملها كده وحتما اسمها كده ومش عارف إيه فتبدأ الأمور تتحسن وتتغير النهاردة فيه دليل دامغ يعني فيه دليل اللي هو مش هنقع بقى نتكلم فيه كتير ونهزر وحاجات كده إنه بعد كم سنة بتيجي الدولة المصرية اللي هي ابتدت في هذا المكان اللي هو صحرة اللي هو الأرض لم تكن تسوي شيء مجرد رملة يعني بالعكس بل هي يعني تحتاج إلى أموال علشان يتم تعميرها وعمل بنية أساسية فيها وانطورها ونعمل لها طرق يعني أيضا كمان عايزة تصرف عليها مش هي كمان ما تسويش النهاردة تيجي شركة من أكبر المطورين العقارين في مصر والشرق الأوسط تقول إيه؟ أنا عايزة أشتري خمس تلاف فدان عندك يا حكومة مصرية يقدارة العاصمة الإدارية فيتحول الرمل والتراب إلى أموال خمس تلاف فدان واحد وعشرين مليون متر في حضائق العاصمة دي اللي هو المشروع اللي حيبقى يعني ده جزء منه كمان ده مش المشروع كله فتأتي لترى كيف يتم تحويل الرمال وده حصل فعلا بدليل أنه فيه واحد جيب اشترى الرملة دي اللي هي كانت رملة من كم سنة وقال لهم يا جماعة أنا عايز معاكم وبعدين هشام طلعت مصطفى وشركة طلعت مصطفى والناس دي كلها مش هتشتري الكلام ده علشان يعني طبعا آه عايزين يعمروا وعايزين يشغلوا الناس وعايزين كل حاجة ولكن دائما في النهاية فيه الربح فأكيد الراجل فاهم أنه هو بيشتري حاجة عشان يربح منها أيضا يعني هو يرى أنها صفقة جيدة بالنسبة له مش أنتو كل شوية تقولك رجال الأعمال دول عايزين يكسبوا عايزين آه هو ده الراجل عايز يكسب وده على فكرة مش عيب فده معناه أن هذا الرجل اللي راح في العاصمة الإدارية علشان ياخد فيها خمس تلف فدان فيه مشروع جديد النهاردة الدولة الدولة النهاردة عملت حاجة الأمريكان كانوا دايما بيقولوها أنه الفلوس بيجيب فلوس يعني يعني قدام العاصمة الإدارية أو العاصمة الإدارية نفسها أما يتعامل فيها مشروع يبقى كل الأراضي اللي حواليها تعلق يبقى كل الأماكن اللي حواليها تتحرك ترجمة نانسي قنقر